اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأيها الفضلاء المؤمن بين الخوف والرجاء ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم خيبر أقبر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءها رواه مسلم وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار رواه البخاري شراك من نار بكسر أوله وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهه وفيه تهديد عظيم ووعيد جسيم في حق من يأكل من المال الذي يتعلق به حق جمع من المسلمين كمال الأوقاف وكمال بيت المال فإن التوبة مع الاستحلال أو رد حقوق العامة متعذرة ومتعسرة فانظروا يرعاكم الله في حال هذا الصحابي رضي الله عنه كيف أثرت فيه تلك المعصية مع أنه قتل في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه خشاش الأرض هوامها وحشراتها وهذا فيه وعيد وتهديد لمن يحبسون الناس ظلما وعدوانا بغير جرم فعلوه ولا ذنب اقترفوه وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها صليطة قال لا خير فيها هي في النار رواه الحاكم وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال اتهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا وعياذ بالله قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها رواه ابن ماج وعياذ بالله اللهم لا تجعلنا منهم وعن أنس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال صلوات الله وسلم عليه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين وهم اتفق عليه وفي رواية ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى والصعودات هي الطرقات تجأرون تستغيثون فهذه الأحاديث وغيرها تدل على شدة عقوبة الله وعظيم نكاله وشدة ناره والعياذ بالله فإذا قرأها المؤمن خاف فؤاده وارتعدت فرائصه وانبعث في قلبه الخوف والوجل وخشي أن يدخل في زبرة هؤلاء المعذبين بخطاياهم والمعاقبين بأوزارهم المؤاخذين بذنوبهم والأحاديث كثيرة في وعيد العصاة كما أن الأحاديث كثيرة في وعد المطيعين فإذا سمعنا أدلة الوعد قوية فيها رجاؤنا وإذا سمعنا أدلة الوعيد اشتد منها خوفنا فنكون دائما متوازنين بين الخوف والرجاء فيكون المؤمن خائفا من ذنوبه وسيئاته ويكون راجيا طامعا في رحمة ربه وعفوه وكرمه فمن اعتمد على الرجاء وحده فهو مخطئ على مذهب المرجئة ومن اعتمد على الخوف وحده فهو مخطئ على مذهب الخوارج ومن جمع بينهما فهو موحد سني إن من خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة ومن أمنه في الدنيا خوفه في الآخرة كما جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يقول وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفيني ولا أجمع على عبدي أمنين إن أمنني في الدنيا أخفته في القيامة وإن خافني في الدنيا أمنته في القيامة رواه ابن حبان ورواه ابن مبارك في الزهد وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان نعم أيها الفضلاء مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف وأخبرنا أنه أقوى عوامل السير إلى الله عز وجل والوصول إلى رضاه وجنته كما في الحديث الذي رواه الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب وهي فرض على كل أحد قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال تعالى وإيايا فارهبون وقال عز وجل فلا تخشوا الناس واخشون ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وكما قال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون وقال تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وقال سبحانه والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه قال الحسن عملوا الله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنى والخوف هو توقع العقوب على مجال الأنفاس وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية وفي رواية خوف قال بعض السلف ما فارق الخوف قلبا إلا خرب وقال غيره إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها وقال آخر الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق والخوف المحمود الصادق ما حجزك عن محارم الله عز وجل فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط فصدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا وهذا المسلك هو الذي لا يمكن للمؤمن إلا أن يسلكه لا سيم وهو يسمع ما ثبت من حديث أبي هرير توضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد رواه مسلم نسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا من خوفه ووجله وخشيته وتعظيمه حق عظمته إنه على كل شيء قدير والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة